في خطوة كان مفروض تعملها قبل أن تبدأ رحلتك مع اللغة الإنجليزية هي أن تعرف الفروق الرئيسية بين لغتك الأم واللغة المستهدفة حيساعدك كثير أنك تفهم طبيعة اللغة ويسهل عليك تعلمها إليك أهم ثمان اختلافات بين اللغتين فيما يتعلق بالقواعد جملة بدون فعل ما يمشي الحال ترجم لي هذه الجملة إلى الإنجليزية أنا جائع هل قلت I hungry؟ غلط ليش غلط يا أخي؟ I أنا hungry جائع أنا جائع تذكر هذه القاعدة جملة بدون فعل ما يمشي الحال في الإنجليزية طيب الجملة الأصلية لا يوجد فيها فعل فقط كلمتين ضمير زائد صفة أنا جائع في مثل هذه الحالات يجب أن تحشر verb to be I am hungry am بمعنى أكون أنا أكون جائعا أحمد صديقي أحشر يكون في النص أحمد is my friend الضمير في الإنجليزية لا يتصل ولا يستتر الضمير في الإنجليزية دائما منفصل واضح لا لبس فيه I walked you walked he walked they walked في العربية له ثلاث حالات منفصل أو متصل أو مستتر فهذه الجملة مشينا ثلاثة كيلومترات تحتوي على الفعل وراصق فيها نا المتكلمين مشينا والتي تعبر عن ضمير نحن نحن الذين مشينا عندما تترجم الجملة إلى الإنجليزية يجب أولا أن تحدد الفاعل من الذي مشى؟ نحن الذين مشينا إذن ابدأ الجملة بكلمة نحن we we walked three kilometers هذا بالنسبة للضمير المتصل الذي يلصق في الفعل لكن ماذا عن الضمير المستتر الذي غير موجود أصلا في الجملة رحل مبكرا عبارة من كلمتين فقط في العربية ستتحول ثلاث كلمات الثالثة هي الضمير يجب أن يكون واضحا رحل من الذي رحل؟ هو إذن ابدأ الجملة بالضمير he he left early ضمائر الملكية قبل لا بعد إن قلت بالعربية نمت في منزله فالها هي ضمير ملكية متصل بالكلمة إن ترجمت هذه الكلمة إلى الإنجليزية فسوف تبدأ أولا بضمير الملكية his house سيارته his car سيارتها her car سيارتي my car سيارتهم their car الجملة الإنجليزية اسمية لا فعلية ينام الأطفال مبكرا ترجمها إلى الإنجليزية ينام sleep الأطفال the kids مبكرا early sleep the kids early الجملة معنها مختلف تماما لماذا؟ ما هو الخطأ؟ لقد وضعت الفعل بداية الجملة وعندما يأتي الفعل أول الجملة يصبح أمرا sleep يعني نم eat يعني كل في العربية يمكن أن تكون الجملة اسمية أو فعلية أما في الإنجليزية فدائما هي اسمية يعني أن تبدأ باسم أن تبدأ بالفاعل إلا في بعض الحالات الخاصة ينام الأطفال من الذي ينام الأطفال؟ ابدأ بهم the kids sleep early الاسم يجمع الصفة لا تجمع ترجم هذه الكلمات غبي stupid أغبياء stupid نفس الكلمة ذكي smart أذكياء smart he is smart هو ذكي they are smart هم أذكياء الصفات في العربية تتأثر بالمفرد والمثنى والجمع غبي غبيان أغبياء وتتأثر بالمذكر والمؤنث لكن الصفة في الإنجليزية ثابتة راسخة لا تتغير المعرفة لها أداة والنكر كذلك the نعبر عنها بـ l في اللغة العربية الشجرة the tree انزع l من الكلمة شجرة تذهب the تأتي a في العربية لا يوجد أداة للتنكير أو لعدم التحديد للشيء المجهول لكن في الإنجليزية هناك أداتان a و an تأتي هذه الأداة مع الاسم المفرد القابل للعد فمثلا a tree إذا كانت مفردة لكن لا يمكن أن نعد حبات السكر أو الأرز فلا نقول a rice a sugar الصفة والموصوف عكس عكاس هناك خلاف بين الإنجليزية والعربية فيما يخص الصفة والموصوف وترتيبهم فالعربية تقول الموصوف أولا شجرة كبيرة الإنجليزية تقول بل الصفة ثم الموصوف a big tree فلو أردت أن تترجم هذه الجملة عمر مدرس جيد فسوف تقوم بعمل ثلاث تعديلات أولا الجملة ليس فيها فعل إذن يجب أن تحشر verb to be عمر is ثانيا يجب أن نضع أداة التنكير قبل كلمة مدرس عمر is a ثالثا سنبدأ بذكر الصفة أولا good عمر is a good teacher هل يوجد هل في الإنجليزية هناك كلمة مهمة يجب أن تتوفر في كل اللغات لكن ليست موجودة في الإنجليزية إنها هل اسأل مثلا ترجمة google ما معنى كلمة هل سيقول لك do خذ do وترجمها عكس إلى العربية سيقول لك معنىها يفعل دعنا نستخدم قاموسا آخر ما معنى هل بالإنجليزية do you وربما is وقد تكون are أو does القاعدة تقول أن لا وجودة لكلمة مستقلة في الإنجليزية بمعنى هل لكن أي فعل مساعد تبدأ به الجملة يتحول إلى هل he is هو يكون is he هل هو يكون we will نحن سوف will we هل نحن سوف she can هي تقدر can she هل تقدر الفعل المساعد عند السؤال متواجد ماذا أكل أحمد جملة عربية من ثلاث كلمات ترجمها إلى الإنجليزية ستتحول بقدرة قادر إلى أربع كلمات what did أحمد eat لقد حشرنا الفعل المساعد do بعد what القاعدة تقول أن الأسئلة التي تبدأ بكلمات w يجب أن تحتوي على فعل مساعد إلا في بعض الحالات الخاصة لماذا فتحت الحقيبة أو لماذا فتحت أنت الحقيبة أربع كلمات لكن تذكر عندما تحولها ستتكون من خمس كلمات في الإنجليزية الخامسة هي الفعل المساعد why did you open the bag أداة النفي لا تدخل إلا بمحرم كلمة not تعني لا أو ليس وبما أنك قد عرفت معنى هذه الكلمة فحاول ترجمة هذه الجملة أنا لا أكل بعد الساعة التاسعة أنا I لا not أكل eat بعد after التاسعة nine الجملة خاطئة القاعدة تقول not هي أداة النفي لكنها تستحي لا تدخل الجملة إلا بمحرم محارمها هم الأفعال المساعدة إن وجدت فعلا مساعدا في الجملة دخلت في حمايته وإن لم تجد اتصلت ب do بعد إذنك يا do في جملة عايزة تتنفي ممكن تيقي معايا هذه قاعدة صحيحة في الإنجليزية ولكن صياغتها من كيسي إذن هذه الجملة تصبح I do not eat after nine I don't eat after nine I don't eat إذن هذه كانت أهم عشر اختلافات تختلف بها الإنجليزية عن العربية وهناك اختلافات أخرى صغيرة ستتعرف عليها بنفسك أثناء دراستك للقواعد أتمنى يكون الفيديو مفيد وممتع شكرا على المشاهدة ونلتقي على خير